فيما تسعى عشر دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي لتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى داخل سوريا لمدة عام كامل لا تريد روسيا إيصال تلك المساعدات الأممية إلى مستحقها إلا كما يحلو لها فتحاول تمرير مشروع قرار مضاد يدعو لتجديد الآلية لمدة ستة أشهر فقط على أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبرين اثنين وليس عبر أربعة معابر كما هو المعمول به حاليا مجلس الأمن الدولي وعند تلقيه المشروع الروسي دعا أعضاءه إلى الوحدة بشأن المسألة محذرا من التداعيات الكارثية لعدم تجديد تلك الآلية لكن المندوب الروسي اعتبر مشروع القرار الذي تقدمه ألمانيا وبلجيكا والكويت غير مقبول زاعما أنه لا يجوز نقل تلك المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدون موافقة نظام أسد يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في وقت سابق قراره رقم 2165 حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الدول المجاورة ويتم تمديد سريانه كل عام وما تزال هذه الآلية قائمة منذ تموز عام 2014 ترجمة نانسي قنقر